يوم ما يكتل عمل جديد أول مرة بقدمي لهجة العراقية مبسوطة كتير فيه لأنه لهجة العراقية أنا بالنسبة إلي كتير لهجة حلوة واللون هاد بالذات وأخذني وقت عبل ما اخترتها على فكرة من بين كذا أغنية كلمات علي سالم وتوزيع تراث نمير سجلناها في دبي صورناها في بيروت وكتير نشغل عليها عشان تطلع بالصورة اللي شافوها الناس فيها ولقت كتير رواج حلو طبعا شرفي كبير أنه ست سميرة وفيه حبت أني أغني من أغنيها وعلى طول أنا وزعت وأنفذت كذا من يعني كذا أغنية من التراث وفيه واحدة صورتها اللي هي حي الله بليالي الكيف ما في أحلى من التراث لأن التراث ما بيموت بيظل عايش وإنها هي تعطيني التراث هذا طبعا أكيد رح ضل طول حياتي أفتخر بهاي النقطة آه صارت الأرقام ما فينا ننكر مقياس بأنه بس نعرف أنه فيه أشياء مدفوعة نعرف أنه فيه أشياء يعني مش حقيقية فاللي بيعرف اللي بيقدر عارف أنه الرقم مش دايما مؤشر والله كتير ناس برولي إيش ناوية تعملي بعد صفحة الكوميدي اللي عملتها فأنا عم بقولهم أنا حابة إيش أنا عم بقدم هلأ يعني حاسي هذا الإشي عم بيسعدني كتير بعدين إشي نوع ما بتعرف إذا تقدم دور كتير قوي حتى لو كان دراما مش كوميدي لأنه اللي بيعمل كوميدي بيعمل دراما تمثيل آآ بحب محمد رمضان تمثيله كتير يعني كتير بحبه آآ كتير في ناس ممكن صعب فلا آآ كتير مبسوطة إنه اللهجة الأردنية عم بتوصل في الوطن العربي من خلال الجيل الجديد وعم بيوصلوها بطريقة مختلفة يعني بلونهم المختلف فهذا إشي حلو في أغنية كتير حبيتها لبهاء سلطان اللي هي طالعة في دماغي آآ وطي طلعت مني حلوة غنيتها في إحدى اللقاءات وحبوها الناس مني صارت عم بغنيها دائما لو كانت لقيلي في أغنية لنوال الزغبي غنتها لمسلسل تتر هي اللي هي ملعونة بالناس العزاز حسيتها لوني طلع حلو طبعا من الأردن بحب أقدم عمر العبدالله ديو من نجوم العرب بحسين الجسمي جديد أغنية اسمها عاطفية اسمها من بعد ما نسيتك سون ان شاء الله رح تنزل شكرا